بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله متابعينا أهلا ومرحبا بكم في كل مكان في الأيام الماضية من كم يوم أنا كنت عملت فيديو بخصوص موضوع متعلق بدعوات الدعوات اللي بتنادي بنزول الناس في حداشر حداشر في مصر والحقيقة أنا بقرر فيديو للمرة التانية يمكن نظرا لأهمية الموضوع واختورته وبعد ما تردد وسمعت دعوات متكررة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة دعوات كلها بتدعو الناس للنزول في حداشر حداشر فعملت الفيديو ده يعني علشان أسأل سؤال بس واحد لللي بيدعو لنزول الناس في حداشر حداشر يعني أنا حبيت أسأله سؤال ماذا بعد يعني أنت تدعو الناس للنزول في حداشر حداشر وبتدعو الناس لحراق حداشر حداشر ايه تصورك ورؤيتك للاحداث بعد كده اه تقديرك للموقف الاستراتيجية اللي هيتم بيها سير الاحداث بعد كده وعشان انا ما عنديش اتصال مباشر مع اي حد من اللي بيدعو للنزول في 11-11 فما كنتش لاقي اجابة ومن متابعة للاحداث على السوشيال ميديا استشفيت الاجابة من احد الداعين للنزول في 11-11 اللي يعتبر من احد الداعين الرئيسيين لنزول الناس في 11-11 لقيت الاجابة في سياق كلامه من خلال توجيهه للناس بالنزول وكان بيقول بنص كلامه ما تفكروش في مين يتصدر الموقف مش مهم مين يتصدر المشهد المهم هو تغيير النظام وحاجات زي كده ومن خلال الكلام ده يعني اتضح لي ان ما فيش رؤية بصراحة للكل محددة ما فيش حتى مين هيتصدر المشهد ومعناها ان ممكن الدنيا تخرب ومش مهم مين يحلها بعدين وده ينقلنا وده ينقلنا للموضوع الاساسي برضو اللي نتكلم فيه في اللايف بتاعنا او في الفيديو بتاعنا ده هو قال لي ممكن يحصل بعد الدعوات وبعد النزول الناس وبعد ما يكون فيه يعني حراك للناس على الارض فعلي قال لي متصور انه هو ممكن يحصل وايه هي الفترة المحددة اللي هيخدها الناس او 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 الفترة المحددة للحراك محدش طبعا يقدر يتوقع الحراك ده يستغرق قد ايه على الارض شهر شهرين يوم يومين سنة طيب بالنسبة للدولة كدولة في وضع اقتصادي معين دلوقتي مرتبط بالاحداث العالمية وبالاقتصاد العالمي كله اللي هو بيتأثر بازمات وفي ظل ازمات لجميع دول العالم حاليا ومن ضمنها اقتصاد مصر متأثر ايضا بنفس الاحداث وغير كده متأثر كوضع داخلي طبعا كلنا عارفين ان مصر في السنوات اللي فاتت اتخرت في مشاريع كبيرة في البنية التحتية بحيث ان هي ان الحكومة في مصر او صاحب القرار السياسي عاوز يطور او يبدأ ببنية تحتية للبلد ككل مشاريع كبيرة مشاريع ضخمة اتكلفت استثمارات كبيرة الاستثمارات دي او 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 موالي المشروعات دي جزء منها من الدولة من من الارض نفسها الارض اللي قعد استصلاحها وتهيئتها وبيعها للمستثمرين والعائد بتاعها دخل في الاستثمار الفعلي جزء تاني من القروض من الدول الدعمة للاقتصاد المصري والدول اللي هي داخلة في استثمارات زي دول الخليج داخلة باستثمارات كبيرة في مصر باموال ضخمة وفي نفس الوقت بتدعم الاقتصاد المصري بقروض لما الاستثمارات دي تكمل او المشاريع دي تكمل بمجرد ما يحصل حراك بالتأكيد كل ده هيتوقف يعني اول حاجة المشاريع الكبيرة دي هتتوقف الاستثمارات دي هتقف الكروض اللي هي داخلة في الاستثمارات مش هيتم سدادها الناس اللي هي شغالة في المشاريع دي هتتوقف عن العمل دي ابسط حاجة يعني دي اقل حاجة دي رقم واحد فنقدر نحسبها هنا من ناحية المكسب والخسارة هل الداعي للحراك حسبها من ناحية المكسب والخسارة على الدولة هل الحراك او الدعوة للنزول في التوقيت ده هيعود بفائدة على الدولة ام هيعود بضرر وهيعود بمكسب او هيعود بخسارة او الخسارة خسارة اقتصادية توقف المشاريع او توقف المشروعات اللي هي شغالة وتوقف العاملين فيها وزيادة معاناة المواطن اللي هو اصلا حاليا بيعاني محدش يقدر ينكر ان الناس كتيرة بتعاني اقتصاديا حاليا في ظل اوضاع اقتصادية معينة للدولة كدولة كانت خارجة من كورونا وخرجة من صورة ودخلت في استثمارات كبيرة فاكيد المواطن بيعاني وكلنا واحنا من المواطنين اللي بنعاني والناس العادية اللي بتعاني واللي بنتمنى تغيير الاوضاع للاحسن والافضل وبنتمنى البلد تكون افضل من كده بكتير ولكن همنا الاول وشغلنا الشغل الاول هو الدولة لان الدولة لو سقطت مش هتقوم تاني يعني الدولة لو وقعت صعب تقف تاني فهو ده المشكلة الاساسية وهو ده المحور الاساسي هل الدولة حاليا تتحمل حراق ودعوات لنزول وتبعاته ولا ما تتحملش يمكن الدولة قبل كده في 25 يناير وانا اتكلمت في الفيديو اللي قبل كده قلت ان كان له وضع معين وظروف معينة والدولة قدرت تتحمل في الوقت ده تبعات 25 يناير وما تلاها من احداث وبفضل برضو ربنا سبحانه وتعالى ودعم دول صديقة قدر الاقتصاد المصري يقاوم ولكن حاليا العالم كله متأزم العالم كله في ازمة تنتظرش دول بقى تساعدك تاني وتقف معاك اقتصاديا في ظل لها استثمارات اساسا في الدولة هي لو حصل حراق هتفكر تسحبها ما اعتقدش ان تدعم بقى تاني وتدعم اقتصاد بتاع دولة كل كم سنة فيها صورة فهو الاساس في الموضوع كله هل ما يدعو اليه الداعين فيه خير للبلد ولا فيه شر للبلد ده هو السؤال الاساسي وما هو ما بعد ما بعد الدعوات للنزول ما بعد الدعوات للخروج الرؤية للبعد كده واتضح ان يعني فيه غياب للرؤية فيه غياب لل 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 للرؤية الوضع العام ككل انت تدعو الى تظاهرات تدعو الى حراق تدعو الى خروج وما فيش بعد كده اي تصورات لما بعد الاحداث لما بعد الحراق لما بعد النزول وكأنك بتقول يعني بالبلد كده نخربها وخلاص وبعد كده بقى اللي يحصل يحصل اعتقد وفي اعتقادي وحسب وجهة نظر المتواضعة ان ده مش 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 هدف يعني يعني مش هدف سامي ليس ليس هذا هدف سامي لمن يريد التغيير للأفضل اللي عاوز يغير الوضع للأفضل عنده رؤية عنده استراتيجية عنده تأدير للموقف اكيد كل حاجة بتبقى محسوبة ومدروسة ولكن نزول من اجل النزول وحراق من اجل الحراق وانت تريد ان تعمل حراق وتريد ان تغير وضع ولا تدري هل الوضع يتغير للاحسن او للاسوأ فدي مشكلة بالتأكيد ومن المهم ان انت تكون عارف ان الاوضاع هتتغير للافضل او او اسيق الاحداث بعد كده لا يحصل بعد كده فاحنا تمنياتنا للبلد الخير وتمنياتنا ان ربنا يحفظ مصر ان شاء الله لان الناس في مصر تعبانة اقتصاديا فعلا والناس في مصر بتتمنى وتأمل ان بكرة يكون افضل ولكن الاحداث لو مشيت في نفس الصياق والسيناريوهات اللي بنشوفها حاليا سيناريوهات هتقدي الى كوارث بالتأكيد واللي بأكد عليه مرة واثنين ان البلد لو وقت والله صعب ان هي تقف تاني في ظل الاحداث العالمية والازمات والاوضاع والدول حاليا كل دولة يكفيها ان هي مشغولة باوضاحها فصعب ان دولة بحجم مصر وعدد القتلة البشرية اللي فيها صعب ان هي تقدر تقوم تاني من احداث لو وصلت لمراحل فوضوية ومراحل تخريبية صعب ان الدولة تقف على رجليها تاني اتمنى الخير دو مصر واتمنى ماكنش طولت عليكم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله